الله الرحمن الرحيم طلاب الصف الخامس درسنا اليوم بعنوان الموارد الطبيعية عنا الشكل 6-13 في الكتاب تحتي أسئلة إلى ما تحتاج النباتات لتنمو؟ تربة، ماء، هواء، وضوء الشمس إلى ما يحتاج الخروف لكي يعيش؟ ماء، هواء، غذاء، ومأوى ماذا يسمى ما ذكرناه سابقا؟ الموارد الطبيعية ما هي الموارد الطبيعية؟ هي المواد الموجودة في الطبيعة ويستفيد منها الإنسان يعني مواد موجودة بالطبيعة مش إحنا اللي عملناها هي موجودة أصلاً في الطبيعة ربنا خلقها طبعاً بيستفيد منها الإنسان أمثلة على الموارد الطبيعية ماء للشرب طبعاً لجميع الكائنات الحية هواء للتنفس غذاء للحصول على الطاقة التربة للنباتات لكي تتم زراعتها فيها ونموها فيها مأوى مكان ما بتعيش الكائنات الحية ضوء الشمس مهم للنباتات والطاقة طبعاً هلأ أقوم تعلمي ما الموارد الطبيعية التي يحتاج إليها الطائر؟ غذاء، ماء، مأوى، هواء وضوء الشمس ما أثر التقدم العلمي على الموارد الطبيعية؟ لدينا أثر صحي وأثر غير صحي الأثر الصحي أو نبدأ بالأثر غير الصحي اللي هو التلوث والاستغلال الجائر للموارد الأثر الصحي العمل على تقليل التلوث واستغلال الطاقة للشمس أو طاقة الشمس والرياح شكراً للمشاهدة